موسيقى إنوي دايز هو واحد الحدث بارز في الساحة ديلا المقاولات الأعمال المبتكرة والمقاولات الناشئة هذا العام كان نضمو نسخة الثانية عشر من الزينوي دايز كل سنة كان نضمو وهي نسخة اللي هي كما كان قولو اكسيبسونيل كان نضموها ومبارتناغية مع الجامعة الملكية للكرة القدم وأيضا مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات في بنقرير فين كان تواجدو الآن فإذن الاختيار ديال الموضوع اللي هي التكنولوجيا في عالم الرياضة هو واحد الاختيار اللي جا بواحد طريقة نقدر نقولكم ناتوريل لأنه احنا الآن المغرب كيتوجد باش يستقطب جوج ديال جوج ديال تدهورات تدهورات رياضية عالمية لكان الفين وخمسة وعشرين ولكوب ديوموند الفين وثلاثين اللي عادي نضموها مع إسبانيا وعلى بورتغال فإذن عبر عدة ورشات عادي نتطرقوا لهذا الموضوع والجوانب ديالو كساسواء انماتيار ديال الدكاء الاصطناعي والمعلومات كيفاش الآن كنستعملوها في ميدان الرياضة وكيفاش الآن كتطور من المردود ومن البرفورمانس دياليزيكيب ودياليجواغ عادي نتطرقوا أيضا الميدان التكنولوجيا في عالم الصحة ديال اللاعبين كساسواء التداريب كيفاش الآن التكنولوجيا كتساعد في التداريب كساسواء كيفاش الآن التكنولوجيا كتسمح أننا نتفادوا لبليسور عند الجواغ وأيضا يعني احنا كل شيء عارف بأن الرياضة هي لعبة ولكن أيضا هي فرجة والآن التكنولوجيا يعني كتحسن أيضا هاد الميدان هاداف كتألوف خبزاف ديالي بوسيبليتي وماتيار ديال كما كنقولو الفان إكسبرينس للفان إنجاجمنت إنويديز هو يعني يوم فين كانت موارشات ولكن أيضا هو واحد المناسبة فين كانت بخيميو الميور بروجيات ستارتوب فإذن كل عام إنوي كتدير واحد الابيلة بروجي فين لستارتوب كيشاركو هاد العام هاد أكثر من ثلثمية ستارتوب ليشاركات معنا ولوجيغي يعني اختارتناش ستارتوب اللي بقاوا فيناليست معنا اللي هاد نهار هاد عادي قدموا الحلول ديالهم وعن اختاروا منهم خمسة ديال ستارتوب اللي عادي نواكبوهم عبر واحد البرنامج ديال تسريع المقاولات الناشئة ففيهم ديستارتوب في ميدان تكنولوجيا رياضة ولكن أيضا في ميادين أخرى اللي كتهم اللي كتهم للميتي ديال لزوبراتور فإذن إنوي كي يعطي واحد الفرصة لهاد المقاولات الناشئة أنها تعامل معاها أنها تخدم معاها كي سهل عليها العمل معاها بالخصوص المقاولات اللي عندهم واحد اللي عادي نواكبوهاد وبشاول أن لدينا بشكل اكل جيدا في مغرب اللي عادي نواكبوهاد حضور ديالي هناليا باشنا نمارتاجي مع معكم من بعد الإصابة ديالي و يعني الى ركوبراسون ديالي كيفاج داس ففف يعني في مغرب و أهمية ديلتابريا ديال يعني أنا كي ديولوبي اللعاب المغريبي وصراحة فرحانة بزاف باش نبارتاشي نبارتاشي الإكسperience ديالي مع الناس باش كل شي يسافد ونعرفه بالأهمية ديال الطب الرياضي يعني ما يميقشي لجاتوشي إصابة وميتشخلعش فيها كينين قاعد الظروف ديال أن الإنسان يرجع بوحد الperformانس العالية وكينين بزاف ديال الماتريال اللي فريمون في المغرب اللي مكينش على برة وانا اللي جربتو عشتو فريمون حاجة اللي كنت فرح اللي كنت منه إن شاء الله يعني تزيد طوار ويستفد من اللعاب المغربي باش يقدر يبين عن المؤهلات دياله وكاملا بلا خوف بلا تأشي حاجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر